موسيقى الأمسية التراثية الجميلة التي شهدنا بها أيضا أشواط التميز في على أرضية هذا الميدان بالتواجد الجميل لهذه الشعارات المتميزة لأصحاب السمو الشوخ إذن شوطنا الرابع عشر من تمت انطلاقته الخاص باللقاء بكار هنا أيضا لهجن أصحاب السمو الشوخ وهناك تيوتا سيشن جي اكس آر مقدمة من اللقنة العليا المنظمة للفائز بالمركز الأول حشم من تنطلق على صدارة على المقدمة من هجن العاصفة التابعة لسيد سمو الشق حمدان بن محمد بن راشد بسعيد المكتوم من حظة بالشلفة الشوط الأول المفتوح بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن حمد بن اغدير لإكتبي بينما المركز الثاني هناك المنطلقة في هذه اللحظات على المركز الثاني من هجن الرئاسة هنا بقيادة محمود بن محمد بن سالم لوهيبي من يأتينا بهيام على المركز الثاني بينما المركز الثالث تنطلق مزنة من هجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري في التضمير من ينطلق على المركز هنا أيضا الثالث بينما المركز الرابع تأتي صواب من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي وعلى المركز الخامس هناك وضوح هناك وزن القادمة من هجن الشحانية بقيادة حمد بن علي بن حلفان المر هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى ذعناها على حضاراتكم في هذا الانطلاق المميز الجميل ونعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى حشمة في مركز الحشمة تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة مع العاصفة وهجنها هنا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير وهناك مزنة من الجانب الآقر من هجن رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة أيضا المستحيل الراشد بن محمد بالسم المنصوري وهنا تأتينا هويام من هجن رئاسة دولة الإمارات مع الفيل هنا أيضا البنفسور يقدمها محمود بن محمد بالسالم لوهيبي بهذا الانطلاق الجميل وصلت هنا صواب من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بالسالم لوهيبي وتأتينا وزن من هجن الشحانية بقيادة هنا أيضا حمد بن علي بن حلفان المري ولكن أرى من الجانب الآخر التسلل من منيعة من هجن رئاسة دولة الإمارات مع حمد بن سعد بن قذل الحبابي في التضمير هذه هي النتائج للمراكز الأولى الخماسية الأولى وما خلف المراكز الخمسة الأولى هناك أيضا شعارات هناك أسامي هناك تحديات هناك إثارة نعود إلى المقدمة نعود إلى المركز الأول نعود إلى مزنة من هطلت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مزنة هنا التابعة لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المستحيل الراشد بن محمد بالسم المنصوري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة المركز الثاني حشما على المركز الثاني منهجنا للعاصفة التابعة لسيدي سمشق حمدان من محمد بن راهد بن سعد المكتوم بقيادة المضمر هنا أيضا حمد بن راشد بن حمد بن اغدير لإكتبي المركز الثالث المركز الثالث منيعة منهجنا الرئاسة ولكن أرى هنا شواهين أيضا منهجنا رئاسة دولة الإمارات مع الظافر علي بن ايميل لوهيبي هناك تاتي منيعة منهجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة المضمر حمد بن سعد بن قذرة لحبابي وهنا تاتينا لجاجة القادمة منهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من ياتينا بلجاجة على المركز هذه اللحظات الخمس وبدأت الدجخلوت بدأت الدجخلوت يا سلام يا سلام بدأت أيضا الأمور هنا بهذا الأداء المميز الجميل هنا الصدارة هنا المقدمة والمركز الأول والصدارة الصدارة مزنة لازالت مسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول مزنة هي المسيطرة على زمام الأمور حشمة تلاحق بها تلاحقها حشمة هنا في هذه اللحظات يا سلام بدأت الأمور بدأت التحديات بدأت الإثارة حشمة تتسلل هنا منهجن العاصفة الدابع سيد من محمد بن راهال مسعد المقتوم حمد بن الراشد بن حمد بن عقديم الGsّ Squeeze هناك رئاسة دولة الإمارات مع راشد بن محمد مسلم المسوري فالتضمير لجه القادمة هنا أيضا منهجن الشحانية سلطان بن محمد بسالم نهيبي ووصلت متعبة 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 يا السلام متعبة من جهنا العاصفة مع الوافق حمد بالراشد بن حمد بن عقديم من ينطلق في هذه اللحظات هنا سبعمائة متر ما تبقى ارى الوصول اسمه الجديد واصل هنا في هذه اللحظات زعفران الاسموش اغزايد بلتحنون بن محمد انهيان عيسى بن سعيد الخيري في تضميرها يا السلام لقى على المركز هناك ايضا الثالث من هقنة شحانية سلطان من محمد بن سالم نوهيبي الوصول في هذه اللحظات من امجاج من هقنة شحانية مع سالم مفران المري في هذا الانطلاق ولكن هنا التحدي التحدي مشاهدين الكرام في هذه اللحظات ارى التسلل التسلل هنا من زعفران زعفران من تتسلل على الصدارة على المقدمة على المركز الاول لسمه الشيخ زايد بن طحنون بن محمد اهل الهيان بقيادة عيسى بن سعيد لخيالي على الصدارة على المقدمة ها هي تشاهدونها على الصدارة سلالة غازي وانتاج المختبر على الصدارة على المقدمة يسلام اللحظات الاخيرة متعبة 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 تنتزع الفوز للمرة السادسة دانينا هقنة العاصفة على هذا الاداب الجميل المركز الثاني زعفران الاسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد انهيان المركز الثالث لجه من هقنة شحانية المركز الرابع هناك ايضا من هقنة الشحانية من وصلت في هذا الانطلاق الجميل والمركز الخامس من اتتنا هناك ايضا زعفرانة لسيدي سمو الشيخ حمداء بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم من وصلت بسالم بن هقنة العامري في خامس المراكز نعود هنا مشاهدين ومتابعين الكروم في هذا الانطلاق المميز الجميل ولحظة وصول متعبة الى خط النهاية من هقنة العاصفة التابعة سيدي سمو الشيخ حمداء بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع الواثق حمد بن راهد بن حمد بن غنير سبع دقائق تسعة وثلاثين ثانية ستا من الأكذاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجلته بينما زعفرانة من النهاية من مركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل انهيان بقيادة عيسى بن سعيد دخيالي قاطع المسافة في سبع دقائق هنا ايضا تسعة ثلاثين ثانية ثمانا من الأكذاء من الثانية لجا كان من نصيبها ثالث المراكز من هجم الشحانية بقيادة عملاق سلطان بن محمد بن سالم نوهيبي سبع دقائق سنة واربعين ثانية ستة من الاقزاء من الثانية توقيسها الزمني تحانينا وناموسة لجميع